موسيقى 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 عروباً أفضل أفضل يا ملابي ويا ملابي وانت وحدك يا ملابي يا ملابي ويا ملابي وانت وحدك يا ملابي حرب قصدي مردول والحق منك سابعاً واق تحياني داليا السلام عليكم أزول السيوسف السعب الرحمن السلام عليكم أوراق العمر تحياتي محمد الريفي تحياني داليا يدخل الكمال العادة عاوننا بالبرتاج على فيسبوك وعلى عاوننا على تبليغ الرسالة من أجل تحرير العقول العقول قبل كل شي الناس عدنا عدنا واحد مهمة كبيرة وكل واحد خصوية تحمل مسؤوليته كل واحد خصوية لأننا قبل كل شي أصحاب قضايا عدنا قضية ومظلومين ومغاربة ومغاربة ولاد الشعب ولاد الفقراء وختيحتنا الفرصة باش نخرجوا البرا واحنا بالرام طبيعة الحال ولكن اه احنا يا تكوينا نفسيا عقليا ثقافيا بخينا مرتبطين ديك البلاد لأنها تشي ما ممكنش تبدل الفيستة ديالك من صباح للعشية واحدة نكت واحد مرة على سبيل النكتة دوز غيست شورمسكين في الخارج قال لك احنا ولاد الأوروب متان تفاهموش مع عدوك الليل الداخل يعني كما تقول المثل الشعبي المثل الشعبي المثل الشعبية ديما أنا كنت استعملها لأنها صادقة في مضمون ديالها وهي عصارة ديال الفكر الناس الناس كانوا نهضروا مخلولين علش نقولوا كانت يقول لكوا ديبات ليلة في المرجع حسب راسهم الجراين وافهم شي حاجة انت الناس كانوا قدامتي فهموا كل شي اذا ندخلوا في الموضوع محبسوا الموسيقى ضايعين وهي العرب ومشي غي العرب ضايعين الامازيغ ولي عدنا الامازيغ ولي عدنا الامازيغ ولي عدنا الامازيغ اليوم ولي عدنا واحنا كاملين الانسان باش محبسوا ندخلوا في ذاك التفاصيل ديبو كتقولي ضايعين العرب يقولك لا احنا مشي عرب احنا امازيغ يودي كون غير اللي بغيتي كون بنا كما قال الشاعر كون ابنا من شئت واكتسيب ادبا هدي يا المصيبة الكحلا اراه اللي خدم على المخزن وهذاك المخزن براسو وهذاك المالك اللي حاكمك الحسن الثاني وكل هم هدوك اراه امازيغ نزيد هالك فراس كداش ما بريتيش تفهمها ارا الامازيغ هما اللي يخدمين وما اكبر المتماطلين مع داك النيضة وبيعتها العربية نزيد عليهم تال العربية احنا ما غاندخلوش في هذا الحوار اليوم اللي بقينا في هذا الحوار مشينا فيها وهذا الشي وادا وما اللي بغاو يخلي ونا نمشوف قضية النزاع قبلي انا 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 هدى 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 خطة ديال الاستعمار من قادم الزمن مشي عدلي وما الضائر البارباري كتا قلوا عليه احنا كان بغاو ندخلوه في موضوع ولكن لا بأس كي يجرنا موضوع الكأوة دا ولا لا لا نعم نعم لا تصالح مع الخوانا صحياتي بقى اللي تخلي عونا ماشي مشكل نعم نعم الساميال اخنوش اخنوش شكر انا ساميال لهذا الملاحظة اخنوش اخنوش امازيغي انت اخنوش اخنوش شنو دار لامازيغ شنو دار لهم امازيغ دا باش تتلز لك يتاحا لهم شتو العدب اللي ما فيه أرى ما بخاش واش تكون أمازيغية ولا عربية تكون إنسان قبل كل شيء أرى هيكون يهودي أكت عارف يهودي ولا أمريكي ولا شي حاجة والناس جاتوا على ذكر الأمريكي أمريكية جاتها النفس على الفلسطينيين تحقلوا على هذه السيدة اللي عندها عشرين عام اللي طحنت هذه التراكس وقفات في وجه هذه المدمرة اللي كتطيح الديور ديال الناس أش من علاقة هديك عندها مع الفلسطينيين أش من روابط عندها مع الفلسطينيين ما عند حتى روابط لا الدين ولا اللغة ولا لا شيء ولا العرق اللي عندها هو روابط الإنسانية شوف الناس عمر هاد العملية عمل بها شي واحد آخر شابة عند عشرين عام أمريكية غادة تنقل من أمريكا باش توقف حق فوجه للماشين فوجه للآلة التدميرية الصهيونية وغد تضحي بحياتها نسيت الاسم دياله ولكن ماشي مشكلة غد ضربه غير في أنترنت غد تلقاو كل شي وراحنا ماشي جنون ماشي كان عقله على كل شي وقالاش عقل انت على اسمية ديالنا في الظروف هدي شوفوا الإنسانية كيفاش ديرها فتاة شاباب هذا بقى هذه دارة مدخلاش في المقرر ديال هاد الهضراء هدي وديال هاد الله بغير هو الحديد كاش درناها أخر وهذا هو أفضل رسالة اللي غن بنبلغها لكم بالمناسبة على ذكر العرقية ولا على ذكر الانتماء ولا اللغة ولا ما عشنوه هاد السيدة هاد الشابة كانت تعيش الحياة دياله كورا بحلرة ملايير كاش تحف ديسكوتيكات مقابلين غل المؤخرة ديالهم ومقابلين غل التفاهاء ولكن هي خرجات من القاطع خرجات من من الكتلة باش تمشي وتبين على الإنسانية لها وضحات في حياتها وشكل غير عرفه وشكل غير عقل عليها والمصيبة ها هي المصيبة لك حلاش كون غير عقل علي بحال هاد الناس احنا كمشي ونقلبوا على تراكس 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 هي بالمناسبة هي وقفة تبوس تراكس ما بغش ديك الدر ديال الفلسطينية تدمر وطحناتها ديك التراكس احنا كمشي وكان ديرو الاهتمام كانعطيو الاهتمام الواحد بلا ما غنوصفها بشي اوصف خرين واحد الانسان التافية اللي هي فحد داتها ضحية وكانت تسمى التراكس وهدي هي وهدي هي مشكلتنا مشكلتنا هي هذه قبل كل شيء قبل ان تكون مشكلة مع النظام مع النظام مشكلتنا مع الجهل ولكن الجهل خلقه جستو مو خلقاته الملكية العاملة الخائنة اللي ضمرات التعليم ضمرات الاخلاق ضمرات القيام ضمرات الروابط اللي كتجمع بين واحد الشعب بين المغربي والمغربي بين جارو جارو بين الاستاذ والتلميذ بين الفقير والغني لحقاش كانوا الاغنياء في واحد الوقت رأهم كانوا من قديم الزمان مشي عيب تكون غني وارتي على والدي كله خدمتي اشتاتي لا 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 عيبة في ذلك مشي عيب تكون كاسول ودك شيء تبغيت يمتني البارتاجة يقسم معك ايش يقسم معك تقدير شيء مجهودية ولكن المجهود يكون في اطار القانون في اطار الحلال ماشي بالرشوة ماشي بالنهل وعلى سبيل ذلك نحكي لكم واحد الحكاية كانت واحد الوقت كانت واحد كانت واحد هادي اللي كانسمي هاليومات طبقة المتوسطة في المغرب كانوا هاد الناس هادو وهم اللي كانوا كيحركوا شوية النعورة وكيخدموه وكانوا دي باطرون كانوا ناس اه ارباب شغل كيخدموه كيخلقوه الشغل كيخلقوه فرص الشغل كيخلقوه ولكن كانت عندهم اه شوية دي كما كقولوه شوية دي الحشما وشوية دي الإيمان وشوية دي المرواء المرواء هي كتعني المرواء بالداريجة هاد الناس ما كانوش كيتلموه كانو كيأكلو كيأكلو نعطيكم مثال احنا كنا كنا سكنوا في واحد دار قلت عليكم مرارا خارج باب سبتاء زنقت راشيد هاد الدار كانت دي الواحد السيد الله يرحمه فهد نهار هذا اسمته التبع كبرنا في ذي الدار حنا الوليدة اللي رحمها كرة ذاك الدار ما اعقل شوش كنا كارين هم مئتين ريال وثلتمية ريال مهم هدا السنين الغابرة الستينات وكان هاد ستبع انا باش كنقول لكم الدكرة الدكرة هي اللي نا كات نقسم غاربها انا كات عندي ست سنين ولا سبع سنين ذاك الوقت وكان اعقل علي هاد السيدة الاملي كان كيجي يدق في الباب على الكرة والوليدة مسكينه ما كان عدا لا شيء مرة يكون الكرة مرة ما يكونج انا كات كات خدم مسكينه فالديور وهدا كات خدم شوف الناس كيفاش كانوا مني كيدق كت الله عليه غيا غيمش ترجم كتحل غيرك تقبا كتقوله رهات الشهر ما كيجي شيء وكي يقول له كيمشي مسكين بحالكو كيدي غير بيدو بحالكو كيمشي كل شهور مع شهور ومن بعد كيتخلص في نهاية المعطاف كنت كتخلص يدا في جميع الحالات الدول اللي عليها شوفوا الايمان ديال هاد السيد كيفاش دير شوفوا الايمان الحقيقي شوفوا الرجولة كيفاش ديرها منهار اللي بغا يموت طبرة توفاء هدي خمسين عام احنا كان قدمولو واحد هدو مال هدو مال الابطال الابطال المغاربة اللي خصنا نعتزو بيهم نهار اللي توفاء خلال الورطة ديالهم ويصياء قبل ما يموت قال ليهم هديك السيدة اللي سكنة في ذاك الحي ما تخلصوش من عند هالكره كتعافوا الرجال كيفاش ديرين وخلو كان عنده بزاف ديال الدور قال ليهم هدو كل ناس هدو كل ناس مساكن ما في حال جومش ولكن الوليدة ما قبلت شوف دات كتخلص الكره شوف الموروء كيفاش ديرها وبقات بنتنا علاقات بين ذاك الابناء الورطة وذاك السيد اللي توفاء الى يومنا هدو واحنا دابا اليوم 26 فبراير 2023 واحنا دابا نترحموا على هاد الارواح على هاد المغاربة الحقيقيين هادو مالك يقول المثال الشعبين اللي مكيدو زعار وواحد عنده قصور من السماء والأرض وما زلت يكل وما زلت يكل بجوجي الدين عنده الأرض والبحار وكل شيء ولكن ما عنده ولو عشى لاش لان ما عطيش الله كما كان قوله القناعة بالدريشة عايش في تعسى دخل في ديك اللاماشين ديك الآلة الدواليب كيتتحن هو ولا كيولي ضحية ديك الضرور اللي عنده لدرجة أنه عنده عشرين قصر في المغرب ولا ثلاثين ولا خمسمية وعنده أربع ألاف قصر في الخارج وعنده الأبذاك وعنده عامرة بالفلوس وعنده الزبل اللي ما كيتتحرقش وما يتمش ومع ذلك فينا فره 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 اليوم فره فينا هو دابا اليوم اليوم فين كيعيش في المنفى كيعيش في المنفى بحالي بحالي أنا وبحال بشي ناس كنعيشوا في المنفى من في فره من فرنسا ولا كيعيش في القابون باش تعيقوا بعدها شوف العدالة دي السماء كيف يجديرها رضو معي على البل هاد مسألة هاد وميك يقول السماء ما كان حددش بها لا 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 كان حدد بها كائنا عدالة شوف الحالة اللي هو فيها شوف الحالة اللي هما فيهم هادو كلهم هادو واش دابا هادك خنوش ولا هادك خنوش ما بقيش تعطيه قيمة هادك واللي بغيت نقول لكم أنا وهدا ومش الموضوع دينا هاده غير مدخل هاده غير مدخله عاعد غير مدخله في المسائل هادك خنوش ما كيهمش لينه هو غي إلا عبقين مصيار شتي هاد الناس كلهم ارى ما كي عندهم تا شيء تا شيء ولا شيء لا شيء لا شيء ارى شوفوا ارى الميتر اولياء الامر اللي حاطينهم تم غدا ولا بعد غدا غيجردوهم عقلته على اسميته ترامب نهار قال لي نهار خاطب التوغات ديال الشرق الاوسط السعودية ودوك الربعة قال لي اغنية الحرق شنو قال ليوم قال ليوم قال ليوم توما قال سنتما بفضل ناحنا يا ونهار بغوا نحيدكم في اسبوع او اسبوعين ما تقاوش تم ديروا فرسكم هاد الهضراء حللوها مزيانا مغاربة هادوك اللي في الاسواق اللي كيهضروا على ماقيشا والبصلا وكيقولوا عشاء الملك الذين يعبدون الحس اللي يعبدون او مازالك يعبدو تالحسن تاني كاللي بقاش فرسوا قاعو اللي حسن تاني مات كاللي كيس حاولوا مسكي باقي الحسن تاني حيك يقولك حسن تاني الله ينصروا او شا ينصروا راه مات مات ولك الخوف مازال حاكمكم النهار تغلبوا على الخوفة المغربة المواقف هي كل شيء المواقف ماشي بجي تخورش تدير لي اه فيديو تبدأ تسبب في المالك وتسبب في الحكومة ونتي تسترسر ساعة ولا ساعتين دلما قانا باش تجمع لات السنس وملي نجي معك أنا في موقف فوق الأرض الواقع لقاك الخاوي ما عندك لا نفس لا ما عمرك خدمتي أولا كررها لأن الإنسان اللي ما كيخدمش إنسان كتسمى نصاب نصاب كي نصاب على المجتمع هذا لا إنسان المناضي الأولا هو اللي كيخدم على روحه ماشي انت في أمريكا ولا في فرنسا ولا في الطاليان ولا ما عاففين وتتبيع وتشيري في الهضران لا لا حيث انت ما كايش فرق بينك وبين هاداك النظام اللي خدمتها تتنصب على المغربة تتبيع ليهم الفنجال الكاس التيشيرت دير فيها تجارة والنظام مع مركان تجارة وخد تكون عندك خمسمائة ألف ديال المتابعين لأن الأغبياء يتابعون السفهاء هذا هي المشكلة ديالنا في المغرب لاحظوا معايا واحد كي دير تدوينها تأفا ما عندها تشي وزن ما عندها تقيمة وكتلقاها لا ما عافش كتلقا واحد لأنه إحنا فين كاي اللغز أنهم اللي كيدمروا تعليم كيدمروا النقد كيدمروا الفكر بنادي ما كيفكرش أنا من اللي كان صنت على ذوك الفيديوهات اليوم اللي كان شوف اللي كان شوف في هادا كون شي كيهضر على ما طيشار وتعطار كون شي هاز الكفار ما أفهم باختصار بلا مغلبينهم لكم راكم كتشوفوهم طوال النهار ولكن حداري ثم حداري خسكم تعرفوا واحد مسألة هادوك القناوات اللي كفيلمي كيشجلوا هادش هادا كلهم تيقننوا تيقنوا تيقنوا وتيصيروا وتيصبوا على الشعب المغرم عبتوا فين من اللي كان زل عندو ذاك الخدار ولا ذاك البئيس اللي في السريع ولا ذاك الزبون قبل ما يطلقوا ذاك العملية ديالتجيل كيكون كحطلوا واحد النقاط مهيم وهي عاش المالك احنا هادشي غالي ولكن عاش المالك احنا كان متبجع ولكن عاش المالك لاحظوا معايا هاد العبارات كتكرر مع مرشي واحد كيقول هادشي منكر الله هادشي ربزات المالك ماله ميت ولا فين هاد المالك مع مرش كتسمع بحالة دهر علش لأنك هون شي مخابراتيين هادو والبخابراتيين كيخدموه را تيخدموه على الوسائل الإعلام را ما تنساش طعا المرات كيجا كيقوله وعاش المالك يبقى كتضر كيقوله وعاش المالك را بحال ذاك شي ديت سجيل السينيما كيكون كي بيهزلوا واحد الكارتونة بحالة كفيها شي شي رموز وذاك شي بشي دخلا في السيناريو والمسائل هاده أولي بغيت نقول لكم رجعوا لدخلوه في الموضوع الموضوع اللي بغينا أقول له وهو ديابا كما عملت في العنوان إلا لحظته معايا الشعب مضارب معه ماطيشا والمالك قالك مضارب معه فرنسا هاده هاده أولي هاده أولي بغيو يوهمونا يوهمونا هاد أبواق النظام أن المغري بداخل في خلاف مع فرنسا وهذا شي هدرت فيه مرارا ولكن غير نذكركم حراك الريف في الفين وسبعتاش نهارة سطحن محسين فكري أنا كنت عندي واحد فيديونا بغيت نوريها لكم وتصورتها الفيديو حييدوها علش حييدوها لأنها ما كنت ترب مصالحهم أنا غادي نقول لكم نهارة شعب آآ الريفي كقول الريفي لأن الريف هم اللي بقوا العياشة كيتفرجوا العياشة كانوا قال لك هادوك خواناء احنا هادوك انفصاليين بو مشاوضحية لأنك ما المسائل الأسباب رانا صرحناها اليوم لأن الشعب مجهل عاونونا بالاعجاب واللايك والبرتاج وذلك أضعف الإيمان كتعرفوا احنا را ما ديريش الحلقة هنا يا راح نحنا كان بغيو نوصلوا واحد الرسالة اللي جات على خاطركم لأن احنا مليكن جيونا هدروء اليوم الجميل عدنا هنا يا فرنسا كالجوبة خير كالحد كنكوب كنكلم كل واحد يخرج يدير حوايج خرايتس في الساح يسأل معه ما مشكل ولكن الضمير ديانا ما كيسمحناش احنا ما غاديش نجيو نبينو لكم هنا را عايشين عندي طموبيلا ولا ندير اللايف من طموبيلا ولا نبيل احنا كنجيو كنقولو لكم واحد الكلام اللي خصوص يوصل للشعب يوصل للشعب ويوصل للشعب لأن الشعب 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 قوة عظمى راح نجيوهلوها الشعب قدوى عمنا عظمى عظمى لأن لا استطعنا وهد الأمور الرغادية ما تنسوش واحد لأن الشكون كان يقول لكم هادي اربعة سنين ولا خمس سنين أن المغريب غاوصل لهذه الحالة شاو واحد احنا كنك نلمح وكنخولو القادم واسوأ فعلا ولكن ما عمرنا كنك نقدرون نجموه او نتنبقوه ان نتصور رئيس الدولة غاديولي من فيبحن نحن تعوى هادي هادي عدالة سماوية ما عشيه ولو انه في عندك القصر في القابون ما كيهمش انه هربان خيثكم تعرفوا انه هربان هربان من المغرب خايف على رأسه كلهم هربانين ديرواها في رأسكم هربانين راه هادي اللي خيثكم تفهموا فينا او ما هاد الناس ما كيبينوش هربانين وشكو اللي مسير البلاد؟ سؤال كبير شكو اللي مسير البلاد؟ اوه ما اللي هادي كو الناس اللي مسيري البلاد من قادم الزمن مش عادلوا ولكن اليوم ما دخلوا بوحة بوحة الصفة الرسمية وراهم حاكمين في البلاد وزيارة الاخيرة ديال ديال داك اللي هي الجزائر لنا ما تنساوش ان الجزائر ارض شوهداء والاحرار هي اذاك شوكة الوحيدة اللي بقات حصلة ليهم هنا انا هنقول لكم الناس اللي متبعي الاحداث غاي عرفوا لانهم ضمروا قاع العالم ضمروا العراق سوريا افغانستان ليبيا لبنان ضمروا الجامع قتلهم الجزائر ها علش انا كنت ضامن مع الجزائر واش فهمتوا هولا لا لانا هاتش انا كنت شوفهم من من 2011 نهار دخلوا ضمروا افغانستان كانت عندهم خود تقديم اخصصهم يضمروا العالم العربي واسي دي سمي انت العالم الشرح ماشي مشكل احنا كنقول لكم العالم الاسلامي العربي وملي كنقولوا في الحقيقة اسلامي راك كنديروا فيها الامازيغي واللي بغيتي اذا تلا بخيتي كتبع لي يا اسرائيل وهاز ذاك الدرابو ديال الالوان واللي ذاك اللي فيها الفورشيطات هادي راك مشيتي في الخوار راك ما واعيش اتعرف ذاك اللي بتي درابو راكولو موما اللي صنعوهم ليكم هادي يغيب بين القوسين ومازال غادي شوفوا شيح ويجي خريف غايت صنعو عليكم جبوريات الله والشرح ادروه عليهم الناس الناس كل نهار كيه ادروه عليها تشيوه لكن انت ما ما بغيتيش فهم المهم القادم واسوا قلنا اش حالة دي هما باغين يدمروا هاديك هي البقعة اللي بقى اليوم تم ما ما زال ما وصلتش لها الايادي ديال الصيونية والصيونية دخلت ما وغدا تدير ذاك الشي وما كيش لغاي منعها ما كانش ما كانش عندك اسحاب ليكم هاد الهضرات ديالنا غات منعشي حاجة اولا وانت قاع وعيتي وانت قاع عارفتي وطبلتي وريوتيوب راديالهم هي ثلاثة وتي خليك تهضر وتقول دك شي يجوش هما دواليب ديال الالة كددور وكدطحن كله من اعترده طريقة ما فيهاش غير هو المشكل المشكل وهو انا امام هاد الواقع امام هاد المستقبل الكاريتي اللي كي يواجهه الشعب المغربي الشعب المغربي اره ما اللي اعطاوه اعظم ديال كما كنقوله اعطاوه اعظم فيني كدد اعطاوه ما اعطاوه ما اعطاوه ما اعطاوه داك يقلب على هاشي هاشي كون شي مدروس اموهية اموبيت نسدوا هاد القوس ورجعوا لنقطة اللي كنت كافر عليها وهي انه العلاقة ديال او حرب فرنسا مع المغرب او حرب الابواق المخزن ضد فرنسا كوشي داك شغل كدوب يكدبوش عليكم انا قلت لكم وقلت هادي ايما ميرارة وانا هنا في فرنسا فهمتيني قولوا لي اشي مونادي الاخور يكون في ايطاليا وليكون في امريكا وليكشف على السياسة ديال امريكا ودياد يال ديال ديال الدولان اللي هو في مقدرة لان العياش كي بقاء عياش الان مشى الفرنسا كي عيش الفرنسا الان مشى الميريكان كي عيش الميريكان الان مشى الهولندا كي يحضر عليك وخلي ديال دولاني لله إلا كانت ديك الدولة مرتقس كتدر عليها وما تساش واحد القضية ما فين كتب الحرية للإنسان ما شيت بشي الأمريكا وهي بيت الداء هي أمريكا أمريكا هي أصل المرض أصل الويل كحلي ضرب الأمة كاملة الإنسانية نحن لا مغادش نضروع على المغرب المغرب مقاطعة دي الأمريكا أوروبا مقاطعة دي الأمريكا أمريكا هي اللي حكمها هذا هو من جاي المشكل أنا إلا قلت لا ترى رغي يقتلوا ما يتسوقوش لك ما يتسوقوش لك قاعدت أقول رجع للموضع ركا نقول لكم الخوف هو المشكل الكبير اللي عندنا في الدماغ دينا حاملة وابن أدن باقي كيخاف من الحسن الثاني كيقول لك الله يرحمه عادم تبغيتي هو يواجه أمريكا ولا الإمبريالية ولا ربما كيقدر يضرب في الإمبريالية والحسن الثاني تجي كي كيضربوا الضوو كيبلو كل شيء هنا كل شيء في الرأس وتتفاصل في جميع الحالات الحر العبد ما عمره يتحرر أخايا فيما مشا كيبقى عبد أنتم مشتوم دابا كيخرجوا كييتضامنوا مع ذاك الانسان تافه ذاك المغتصيب ذاك اللي اللي خصص له المفترس خمسة ولا سبعة ديال اللي زافوكا وجيب العائلة دياله العائلة دياله البارز هنا كلها لو وكلة شاربا نزلف لو طيلة خمسة ديال اللي زيتوال ما عف شهرين وثلث شهر طيلة المحاكمة هذاك شي كل شي على حسابنا باش وحد تافه اللي ما عنده تشي وزن ما عنده تشي قماء ما عنده اللي خلقاته خلقاته هاد الوسائل الإعلام باش تضلل ذاك الخماش ذاك العقليات ديال ذاك المغرب المتخلف العقليات العبودية وشغلونها به ولكي احنا ما غانا هادروش عليها ديال السافقي باش كم نبريكم شوف كي يقولك الجالية وكي هدرو بإسم الجالية احنا باريء إن من هذاك الشخص وباريء إن من هذا الجالية وهذا الجالية للعبيد اللي كتعيش في الخاريس واللي بقى كتدفع على محمد السادس نحن لا علاقة لنا بها أولا هي جوج وباش كنقول لكم هاد الناس هادو هادو هما الحجار ديال هادو مالي وقف هادو مالي وقف هالمشكل فين عدنا عدنا مع هاد الكارخ مع هاد العبودية ماشي مع المحمد السادس محمد السادس صار هربان هربان راسلم المفاتيح للصهيونية وهادو الكلاب هادو والكلاب واشترافوا منهم هما المشكل ديالنا كيشوف خون مغريبي عايش في الدل وفي القهر وفي الميزيريا وما عنده ما يقول هو خارج يدير وقفة تضامونيا مع التافية مع قوات ومع مروقف كيساند أحرار لكيموتوا في الحبس هدرنا على هذا الشيء غان رجعون نقطة كما قلت لكم الأساسية وهي الخلاف بين موزدوجتين ديال فرنسا مع المغرب ما كيندك شتا شي حاجة والداليل على ذلك اللي كيقول لكم ما فرنسا اليوم ما فرنسا فرنسا على نهار نطالق الحركة ديال الريف شكو اللي جاء كيهدر كيخطب 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 كيواجه المغربة يكما جا شيء الرئيس الفرنسي مكرون ولا خرج على الله ربح اللولياء وكيهدر في بلاستو كيقولون سير كيلي يغيانا في واق سير لي عندو شي ضرب شي دخل ملكية احنا حطينها هنا إن أنزلنا الملكية وإن لها لحافظون ألم يقول ذلك وش عقلته ولا ما عقلته وش ولا خور في العشاء في حفل العشاء فاش عرض عليه وجاء قالوا كان رمضان عقلته كان رمضان بهدالة مهزالة رئيس دولة تيجي رئيس دولة خارجية هو اللي تيقر المصير في بلاستو تيهدر في بلاستو وتيجي يقول لك سيادة فين هي السيادة أنا كنت بايت ندوز لكم هذه الفيديو لكن رأي قلت لكم راح يدوها فين هي السيادة فين هي السيادة أنا نهار اعتلى عرش أسلافه الخوانة هاد محمد السادس من يكن مشا تقابل مع بوش تشي في 2011 داك شي قال له بدي داك شي داك السياسة اللي درتي وهدا والإرعاب محاربة احنا غادي نطبقوها ما شا كي كي يعلن الولاء دياله باش كان كي يهضر معه بالعربية كان كي يهضر بالفرنسية انت رئيس دولة عندك لغة اللغة العربية اللغة الرسمية هضر باللغة الرسمية كان مترجمين لا نهار مشاقها بالبوتين باش هضر هضر بالفرنسية في المقابلات ديالهم كلهم كانوا كيف شو هدك هدك العامل الاخر من اللي كان كي يجي لنا كان كديما كي يهضروا بدي يشعل علينا القوار روت كيا فعقلت السفهة ودير مع داك الجورنال هدك الصحفيين الماريقين الفرنسيين اللي شاريهم وتيجي وتمالوط الممونية تيأكلوا وشربوا وزيدوا الدلال الصغار تيخلصهم تيدي يطرحوا عليه الأسئلة التي هو أراد أن يطرحون ها عليه هو عنده الإجابة مسبقا وتي مثل على واحد الشعب من أمي جاهل جاهل تي بلينا هو قلك عبقاري عبقاري لعقاش أميين هو قوي لأن نحن ضعفاء ونبطحين هو واقف حيث على ركابنا نحن دي من مكوزين عطين المؤخرة دي مال سمع وكأننا نتكلم من المؤخرة نخطيب الله من سوئتنا الله بقى واقفر غايسمعك الله عالم ما بدأ الصدور طب بزو نسميت كمسا الله عالم ما بدأ الصدور وأنتم منافقين كتكوزوا ولكن ما القلب ولو القلب ولو ما فيه ولو وكن كنتم مؤمنين كنتم حررتو حالة دي وانا دي ما نكرر هادي إذا هادو كلي كيخرج يقول لنا فرنسا ما فرنسا ما فرنسا الهضراء الخاوياء فرنسا سيدي عدنا معا مشكل اي اولا انا انا كنقول انا كن عبر بحال المنسبة جيب لي اقطع لي العلاقة عادي على السافر ما يبقاش مزيال قل جي ما فرنسا ما تتعادي كيه مزيال اغل نحيد العلاقة غادي نبيع دوك القصر اي اللول دوك القصر الى بعتهم ودخل العملة ديالهم غادي نحل المشاكل ديال المغرب كام نبني نبني بهم 700 1000 سبيطر 700 1000 كلية ماش السجول ماش الكوميساريات ماش الكسوة البوليس عاونونا باللايك راد الليك كيت تضرب الى اللي جات على قطر كم هناك تبينوا لي انكم فعلا اختعتوا العلاقة اختعتوا العلاقة مع البزول اللي رضعتك مع موك سي با بوسي فرنسا يلي احطتك ما يلي رضعتك يلي كوناتك يلي دا تكون شي يلي بنت دا كامل هي اللي انت هي والية امرك شي تقول يا تضحك وكلكم كات هدروا بالفرنسية في البيوت ديالكم قالكم قالكم تسمى بالاسماء الفرنسية شي هدوك الناس بعدها اللي كيعيش في طريق زعير وا اقدال ودك شي نقول نزيد لكم فرسكم ارا ما تيهدروش بالعربية فرسكم هادي ولا ما فرسكم ارا ما تيسموش رمضان شي هدوك خلنوش تيهدر مع مراتو بالفرنسية ليكون في علميكم محمد الساديس رمات يهدرش مع بالعربية فوس القصر كلهم بينين عملاء خواناء فبركت فرنسا هادوك صناعة ديال الفرنسيين واللي صنعوهم هم الفرنسيين المربية ديال الحسن التاني والذي محمد الساديس والذي محمد الخبيس كلهم فرنسيين فرنسا هي اللي صنعات المغرب كامل بما في احنا احنا ترابي فرنسا ذو كل مدارس ذو كل شي خرينا خرينا فرنسيين وكتبقى شي حاجة عندك ما عندك ما تدير إذا ما الدوش تتحكوا علينا تقولوا لنا كتلكم أنا يبيع القصور يدخل أموال المهربة الباناما وفرنسا عنده غير القصور عنده ديزاكسيون عنده أسهم في الأبناك هنا لا تعد ولا تحصى يدخلها للبلاد يخدم بها البلاد مش تخدم القابون وإفريقيا وصحي للعاش واخدم المغرب ولكن المغربة ما دخلينش في الحسبان دياله هو بتخدم أطمع إمبريالية هات الناس دور ما معتبرينكم سعبتبركم حيوانات ولكن توم كذلك الحقيقة هو هي هذه لأن الإنس يكون مع دمية كل ما يشترب ويقول عاش الملك هذا ماشي إنسان هذا ماشي بن آدم هذا شيء اللي سنقول وكي شيء حقيقة أخرى نواجه قدر نقول أكثر من هذا شيء إذا الفقر والجوع والمرض والاستبداد والقهر تستهله والدليل على ذلك أنكم تستهله أنكم قبل كل شيء تكون بلاد موقف تحتاج وتقول الله ماذا منكر ولكن هو في نفس الوقت تقلب محامي تريد أن يقول بوليسي تريد معلم بغي بغي يأكل يغيان دو مالاصة محامي ولكن لماذا تفكر أن لن تدخل محامي لماذا تدخل القضاء في المغرب لا يوجد القضاء ولكن أنت تريد وظيفة 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 هذا هو المشكل تدخل تخدم في البوليس تسمى رأسك الأمن الوطني وليس أمن وطني القمع الملكي المشكل فينا احنا لم ن созر ونصر و mute كانت أكبر بلد في العالم البيدوفيلي هو و المغرب كانت دعو الاسلام و نساء كلهم في ربع معمور كلهم زانيات كيف يعلو لحن دM كانت دعو الاسلام و نصدر النساء و نصدر الخمور و نصدر كل شي كانت دعو الاسلام ون Heck لا نعرف الإسلام بتشي حاجة عدنا اسلام ملكي اسلام دي المحمد السادس وهو عبادة الطغاة ابن عن جد كتفي عندك الخطار كيبالك مسلم دايد واحد طويقية فوقراسو كيقولك رمضان غايكون باركتو واش من رمضان عندك اصلا انت يا وانت كتصوم فين كتصوم بعدها كتصوم في وصل حاضرة اش من رمضان عندك رمضان لما كي لما كي منعكش لما كي منعكش عن عبادة واحد طغية رمضان الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء ماشي صلاة واش انت كتدخل تكوز في واحد جامع وكتدعي مع واحد طغية بقا غير يدي علق لكم الصورة دياله تم وراء الامام مهم باختصار هذا هو اللي كنت بغيت نقول لكم ليتفق مع هذه الأفكار يعاوننا باللايك ما تنسيبش اللي جات على خاطركم ويبارتاجي وهذا كما كنقول فضل وليس امر داك العبارات المتدولة احنا اللي بغينا نقول لكم احنا راحيان انت هدرو واحد الحرقا ودك شعليش تنخسرو الهدرا راماشي باش نهدرو عن هكوا كوصافيرين الامور راح سنوديباس شعر بزاف ولكن انتو ما كتشوفو احنا يا في واحد المير ديه في واحد حشكم واحد المستنقع وكيقول لكم دولة الاستقرار الاستقرار ديال مستنقعات ديال البكار كتعرف داك البكار كيكون الواجهة دياله سوداء عمره بالبالوعات مستقر مزيان ولكن لخورتي اطلع معك الريحة دياله قدية الحقيقة ديالك الدولة شكرا على المتابعة والى اللقاء تحياتي